دي اناي مساء الخير شهد عدد من المدن والمناطق اللبنانية لسيما مدينة طرابلس ليلة اخرى من التظاهرات الغاضبة لتمحول تحول احراق المصارف ومكانات الاتم وتخلل اشتباكات بين المتظاهرين وبين عناصر الجيش اللبناني فشو اللي عم بصير تحديدا باللبنان بهالوقت هذا البلد يراد له ان يكون مع اسرائيل هذا البلد يراد له ان يكون تحت جانح الامريكان هذا البلد يراد له ان يكون مطواعا بيد الاسرائيلي والامريكي والسعودي خارج اي دائرة فيها كرامة وعزة والله انا دايما بقول هيك خي اي شيء اي شيء بصير فتشوا عن اسرائيل وامريكا والسعودية وتحديدا السعودية ومنح اللي في عنا معلقين باللبنان عندهم مساحة يحكوا وينورونا ويشرحوا لنا شو عرفنا بس حابب اعرف تحديدا شو مسئولية السعودية باللي صاير كل التقارير الامنية بتقول حتى التقارير الامنية اللي اللي علاقة بحزب الله هيك لكم معك واضح وعالمنار ما بتأشر لحد اللحظة انه في دور السعودي موجود بالشارع يعني المجموعات اللي مشطف في الشارع من اعمال الشغب تحديدا ما في بصمة السعودية في بصمة تركية مزبوط انه المخابرات التركية واضح انه مورطة في تمويل بعض تلك المجموعات تعديل 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 يرجى تحويل التظاهرات للسفارة التركية وكرر السعودية طلعت بريئة يرجى يرجى التوجه الى السفارة التركية ما نقرروا انسى المعلقين خلط شو بدي بالمعلقين بدي أعرف الحكومة شو رأيها؟ من يقف وراء التظاورات؟ قال دياب في مطلق الأحوال من الطبيعي أن يخرج الناس إلى الشارع وأن يفجروا غضبهم مجدداً كما فعلوا في انتفاضة 17-20 الأول خصوصاً بعدما تبين لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد كيف؟ يعني هو الأنصار الحكومة؟ هذه التظاهرات هي تظاهرات تأييد للحكومة؟ للحكومة ما غيرها اللي شكلها حزب الله وأمنها السقى وبيدعمها كل يوم؟ خي كيف؟ كيف نقلنا من أنه التظاهرات الإسرائيلية، أمريكية، سعودية إلى تظاهرات دعم لحكومة حزب الله؟ بعدين تأييد للحكومة عشو حسان الدياب، الدكتور حسان الدياب رئيس وزراء لبنان جاء من قماشة مختلفة عنا رئيس وزراء فعلاً مهم زلم عبد الركاب ربي يتيم مغوار في ديئة دياب يواجه الدولة العميقة رئيس الحكومة فرصة اشتغل حاله، تعبع حاله، كون حاله بحاله أول رئيس وزارة نقل بيته على السرائل طيب ما يضيع وقته على الطريق من شان ما يضيع وقته على الطريق؟ يا حبيبي صار له البلد شهرين ما فيه بني آدم بالطريق الغزلان عم ترعى على الرنج طيور البجع تبني أعشاشها بنص طريق الشام بليك باندا، باندا وصل على لبنان تعطيها شهرين زمان بيطلع فيه ديناصورات كمان طريق شو اللي ما بده يضهيع وقته عليها؟ التظاهرات اللي اندلعت ضد المصارف اندلعت بعد كلمة لحسان دياب شن فيها حملة عنيفة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان وعلى المصارف بشكل عام هو حكي من يومين ثلاثة واليوم حكي حاكم مصرف لبنان طيب المواطن مين لازم يصدق؟ بلش بالصورة خيه مين منصدق؟ مين بيصدق المواطن اللي صابغ شعره أو اللي مش عم يكذب انه شعراته بيض؟ بلش من هون هلأ ابو الصوص انت من بين كل الحجاج ما لقيت إلا هيدا؟ لأنا عندي مصدقية يحكي عن الشعر؟ ما لنك شايف؟ بس مين منصدق؟ التظاهرات مثل ما قلت انطلقت بعد حملة كبيرة على المصارف ومصرف لبنان ومن أدوات الحملة هيدا التصريح فالأرقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الوداع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني واشباط من هذه السنة يا مصارف يا كذبين يا حرمية عم بتحولوا مليارات مليارات وبتقولوا للناس ما عنا فلوس نعطيكم طبعا المعتر طبعا الميتين دولار ما بتعطوه مصرياته لك أكيد الناس بدت جن وتروح تحرق المصارف 5.7 مليار يا حرمية كلام جبير الحقيقة بس في غلطة صغيرة اسمعنا من دولة الرئيس انه في 5.7 مليار دولار خرجت من الكطاع المصرفي هي بالفعل 5.9 مليار دولار بس لوين راحت هالأموال في 3.7 مليار دولار استعملت لتغطية قروض وفي ما يساوي مليارين و 200 مليون دولار انسحبت نقضا من المصارف من حسابات الزباين وبالتالي ما خرج من لبنان 5.7 مليار دولار السحوبات الفردية واطفاء قروض يعني واحد عنده قرد بيت سيارة قرد شخصة قرر يستعمل المصارف اللي بحسابه لا يسكر الدين او مجموع اللي ينسحبوا من المصارف ومن الاتم ماشينز هويهم كلهم ع بعضهم 5.9 البلد عم بيديره شخص ما عنده قدرة يعرف انه المصارف ما تهربت او انصرفت برات البلد لا وبيطلع بيحكي عن الموضوع بكل سئة بقول لك فيه نقص بالسيولة بمنتهى السئة يعني بتحس عنده زكا مستر بين وايجو مايكل كورليوني بالجودفادر يعني فوق ما الناس قلقاني على مستقبلها على فلوسها على مدخراتها على الشغل على التأمين الصحي فيه اداء من هالنوع مغلط بستة مليار دولار بلوك كيف بده المواطن يوسق باي شي تاني بيصدر عن الحكومة وعن رئيس الحكومة هايدي حكومة الانقاذة مش حيالة وحدة هايدي اكتر وحدة مطلوب يكون فيها سئة وبيقلك ارقام حاكم مصرف لبنان فيها فجوة غموض لكن ما فيها فجوة شي مانا غامضة بس بدك تفهمها بالاول يعني الفجوة بمحل تاني بعتقد الى اللقاء اشتركوا في القناة